السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما صلي على سيدنا محمد وعلى ريالي سيدنا محمد. آآ كل صانتوا طيبين. النهاردة في ناس كتير قوي بتبعتلي وبتسألني ازاي نستخدم الموبايل على اساس ان فيه مسلا هي في اي مكان من سفرة او مش قاعدة في البيت او ما عندها هاش لابتوب ما عندهاش كومبيوتر في مكان مش قادرة توصل لايه لانها هتستخدم الكمبيوتر او اللابتوب اوكي او ممكن تكون اصلا عندها كومبيوتر ولابتوب بس هي مش كل شوية عشان تشوف اي نوتيفيكيشن او تشوف اي شغل نزل تروح راحة تفتح الكمبيوتر. فاحنا من حول القد ما نقدر نديكو كل اللي كل الطرق اللي بتسهل حياتكو بتسهل شغلكو ماشي ومنعلم بعضينا طبعا لان فينا الناس كتير بها اللي بتعلمني وانا بعلمكو وكلنا منعلم بعض. فربنا يجعلنا الرحمة للجميع. آآ النهاردة آآ شكرا منشكر زملتكو ساميرا. ساميرا هي اللي قالكي الحقيقة على الحل المشكلة بتاعت ازاي نستخدم المنصة اللي احنا فيها النهاردة. المنصة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة هي اسمها ماجيك تاتا. ماجيك تاتا دي احلى حاجة فيها انها عليها على طول شغل عربي. بينزل عليها شغل تاني بس يعني هو اكتر الشغل بيبقى نازل عربي. آآ ساميرا الطوهري هي اللي قالت لي بقى ازاي ان انا اقدر اعمل زوم في الشاشة عشان تبقى واضحة كل حاجة فيها. اول حاجة هنعملها طبعا ان احنا هنحاول ان احنا ندخل على البلاي ستور او اللي هو الابل ستور المهم يعني ان هو هتلاقي اول حاجة دي على البلاي ستور. فلازم تنزله يا جماعة البراوزر ده. اللي هو بتاع سامسونج. سامسونج براوزر اوكي. المتصفح بتاع سامسونج. ملكش دعوة بالاتج ملكش دعوة بالكروم عشان الاتنين مع الاسف ما بيخدموش المنصة دي خلص. ماشي? فانت كل اللي هتعمله انك انت هتروح رايح لليه زي ما قلنا للبلاي ستور وتطلب انك انت تعمل سيرش عليه. عشان تيجي تعمل سيرش بتاع سامسونج انترنت دول زي ما تشايفين تكتب براوزر تكتب انترنت سامسونج. الحاجات دي كلها هيطلع لك على طول. ماشي? ده الرمز بتاعه يا جماعة. وتأكدوا انه كنتم منزلين ده عشان ما تدخوش. ماشي? او لما ينزل زي ما احنا قلنا تدور على الايكون بتاعه وتدخل عليه. هنفتحه. هتفتح لك من الاول كده هو صفحة جديدة. طبعا احنا هندخل الويبسايت بتاع الماجيك تاتا. هو خلوا بالكو يا جماعة عشان فيه ناس بتتلخبط بتدخل على الشركة. احنا مش عايدين الشركة احنا عايدين المنصة البلاتفورم اللي احنا بنشتغل عليها. فانا هروح جاي اعمل اللي هي ايه? اللي هي المنصة بتاعتهم. هي اسمها وورك ماجيك داتا. بصوا ركزوا يا جماعة. وورك دوت ماجيك داتا تيك دوت كوم. اوكي? ركزوا في الحكاية دي. بصوا في ساعات انت اصلا بتكتبها وما بترداش حتى تدخل. فحاول تاخدها من الليدر او من الشخص اللي هيبقى مديك التسكات تشتغلها. هنرجع ونقول يا جماعة احنا الشوال بتاعنا كفريلانسرز. اه الفريلانس اللي يعني اللي بيشتغلوا. اه لازم لازم تكون تابع الشركة. تابع ليدر. تابع مجموعة. اه عشان تقدر تشتغل. ما ينفعش تسحى الصبح. تقرر انك انت تشتغل مع نفسك. يعني هتجيب الداتا منين? هنرجع ونفهمكم. الفريلانس دوت عبارة عن شغل شركات كبيرة للزكاء الاصطناعي اللي احنا شغالين فيها كمدخلين بيانات. مندخل بيانات. اوكي? فانت دلوقتي هتيجي هتدخل على المنصة. زي ما انت شايفين شكل المنصة الاول. انا علشان هعملكم لوج اوت الاول. ولا ساين اوت وبعدها هفهمكم كل بتاعتها. زي ما انت شايفين اه انا مجرد ما هعمل صوابع الاتنين لبرا هتكبر. بصوا بصوا بتكبر ازاي? بعملها بحط صوابع الاتنين على الشاشة. صوابع الاتنين وبعمل لبرا. طب في حالة ان عايزة صغرها بعملها الجوه. هروح جاي كده من من اكبر حاجة وصغرها. زي ما انت شايفين عندك اسم المنصة ماجيك تاتا. اه احنا بنعمل اللي هي عبارة عن ان احنا بيبقى الوسيط للشركات ديت. ان احنا بنقدر نحنا ندخل الاتا. طيب في انا عندي في المنصة طبعا منصة دي اوكي. اه هي اولا ما تفتحوا هتلاقوها اصلا بالشكل دوت. هوريها لكم الاول. اه فانت المفروض زي ما انت شايف كده هتلاقيها صيني. مش هتفهم ايه الكلام اللي فيها. فانت كل اللي هتعملوا هتروح جاي كده فوق خالص زي ما انت شايفين هتلاقي عندكم اللي هي اللغات. اللغات لو دست عليها تختار الاختيار اللي تحت اللي هو لو انا كبرت الشاشة هتلاقوه انت اللي موجود عنده اللي هو اللي هو ايه الصيني. انت لأ هتاخد اللي هي ايه الانجليش. طب انا دلاتي حولتها الانجليش الحمدلله زي ما انت شايفين. عندي اهم حاجة عندي ان انا بقدر ان انا اتعامل مع المنصة ديت في حالتين. في حالة الاولى ان انا اه امرقم موبايل او ان هي ايميل. بعتقد الموبايل ببعايدينه شاينيز فانت ايه خليك في الايميل بعد اذنك. فانت عشان تيجي تعمل اي اكاونت جديد على المنصة دي لازم انك انت تروح رايح تعمل اه جيميل ليك. نفضل جيميل اوكي. وتشوف الفريق بتاعك هيكون رمزه ايه. طب ايه اهمية اللي انا اتأكد ان انا اسم بتاع الايميل بتاعي. مفتيش مع نفسي. واروح اعمل ايميل مع نفسي. واستنى ان حد هيدفع لي مليم اوكي. فبليز ركزوا في الحتة دي. انت تبع اني مجموعة. اني شركة. اني فريق عملي. المنصة دي بتدفع بالايميلات. كل واحد بيختار رمز لي. الرمز ده. في اخر البروجيكت هتلاقي ايه الشركة. رح اتبعت الفلوس للناس اللي بالرمز ده. ماشي. الا لو الليدر بتاعك قال له رموز تانية. ماشي. فايه فنركز في الحكاية دي. طب انا مثلا هنا هوت الفريق بتاعي الرمز بتاعه اللي هو الرقم ده. زد زد. وكتبت طبعا دوت. اي حاجة يعني اهم حاجة ان الحرفين ده اللي يكونوا موجودين. الحرفين ده اللي ممكن يكون اي 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 او سي اي حاجة. على حسب فريق. اسم فريق ايه. وبعدها هتروحوا جايين تكتبوا اسمك الاوليني. واسمك التاني او اختصروا لي. ومسلا انا هلوقت بحب بضيف نوع اللانجوش وايه ونوع البروجيكت. عايز اضيفها اضيفها مش هستضيفها مش هتفر. ونكتبه كامل وبعدها هنختار الباسورد. الباسورد يا جماعة. تكير. الباسورد. لازم. لازم. اه ما اي شي سوري هو انا عملتها عشان انا كنت عاملة اكاونت. قبل كده انا هوريكم الاول. بتدوسوا على ايه? هتدوسوا على اللي تحت ده. ناشي. زي من شايفين انت عندكم الصفحة بالمنظر ده. عندك الايميل والباسورد. انت اصلا ما عندكش حساب. فهلا. فلازم وانت بتيجي تعمل حساب جديد. تفتح عندك الجيميل. لازم الجيميل يكون مفتوح على الحساب بتاعك. عشان هما بيبعته لك كود. الكود دوت بياخد وقته قليل قوي. ولو ما دخلتوش في ساعتها هتضطر انك تعمل ايميل جديد. وتعمل حساب جديد. ماشي فركزه في الحتاية دي. انك انت هتفتح جيميل. والجيميل يكون مفتوح قدامك. حاجة هنا هو توعمل sign up immediately. اوكي. او لما هدخل زي ما انت شايفين هيقول لي ها الايميل بتاعك. اكتب الايميل بتاعي. وحط اليوزر نيم. بليز يا جماعة اكتبوا الكلام ده اللي انتو بتحطوه. اكتبوا اليوزر نيم عشان مش تعرف تجيب اليوزر نيم ده ابدا بعد كده. سجل عندك كده. افتح اكسل شيت. وسجل بياناتك. والايميلات الجديدة اللي انت بتعملها في ايه. واكتب اسم الجروب اللي انت شغال فيه عشان. طبعا انت ما تكون لو عندك اكتر من جروب هتطوح. اني واحد فيه. فانا هكتب هنا الايميل بتاعي. اليوزر نيم. وعمل باسورد. وعمل من الباسورد. الباسورد يا جماعة عشان في ناس اللي مش فهمة الباسورد. اه بعملها حرف كبير وحرف صغير وصمال لتر. وعندك تختار اي ساين من اي رمز من الرموز. اوكي. دولار ساين. اه يعني اختاروا اي حاجة يعني. اه شرطة اي حاجة. بعيدوا شوية عن الات. اوكي. يعني مش فرقة كتير بس يعني الافضل انها ما تبقاش من ضمن الباسورد بتاعتك. عايز تحطها حطها. وطبعا اهم حاجة الارقام. ويبقى فيه حروف فيها. يبقى انا عندي حروف وارقام ورموز. والحروف بتاعتك تبقى. اوكي. بعد كده هوت بيجي بعد ما خلص كل البيانات بتاعتي واعمل هنا. اهم حاجة في المنصة دي. بتاعتها. هاجي هنا هوت هدوس جيت كود. مجرد ما هدوس جيت كود هيبعته للاميل اللي انت كاتبه هنا. ماشي. فبليز اتأكد ان اتكاتب ايميلك صح. اتأكد ان الاميل مفتوح عشان هتيجي تدور. هتلاقي عندك. طبعا لو مثلا انا فتح الجيميل بتاعي. بتلاقيه نازل في حاجة اسمها سبامز. السبامز او اللي هي الرسائل الغير مرغوب فيها. هورها لكم بتتفتح منين. ادي الجيميل بتاعي انا بفتحه. وبحاول ان انا ادخل. معلش انا بكلمكم بالتفصيل عشان دي المشاكل اللي بتتصل لنا. الناس مش عارفة تدخل. مش عارفة تعمل. فانا دلوقتي بشرحها لكم بالتفصيل. فانت تفتح الجيميل بتاعك بتتأكد انك انت دخلت على حاجة اسمها اللي هي الجانك او عندك اسمها سبامز. ادي شايفين السبامز دي. دي تدخل عليها. هتلاقي الايميل اللي ببعوط في الكود. ببعوط هنا. فتفتح الايميل وتقول هين طبعا انا ما عنديش سبامز بس هما ببعطوا في الحتة دي. ماشي? او لو انت عاملها بالعربي هيبقى الرسائل المهملة. هيجي يقولك دخل الكود. هتاخد الكود بالزبط وتدخله. وبعد اما تدخله وتكون دايز على معلم صح على بتاعت انك انت موافق على القوانين بتاعتهم اللي هي السرية وعدم افشاء طبيعة المشروع. وبعد ديها هتعمل اللي هو اللوج ان وخلاص. ماشي. مجرد ما هتعملها هيروح جايب لك الصفحة دي. انك انت دخل تاني الباسورد بتاعتك. والايميل بتاعك. خل بالك يا جماعة هو رق كود واحد بس. لو يعني هيبقى لكل ايميل كود واحد بس. فانت ما تعدش تدخل كذا كود هو كود واحد بس. فانا الثلاثة هعمل ساين ان. اهم حاجة في ساين ان تعمل تشيك مارك على الحتة بتاعت الاجري للهولز بتاعتك الموقع. دي له هوم بتاعتي زي ما انت شايفين بيقول لك هاي هالو. ويكتب اسم البداع. وبعد ديها اذا تصدقوا ده اليوزرنام. ومرا اخد بالي اليوزرنام بيكتب فين. ده اليوزرنام يا جماعة عشان في ناس كده ايوم بتبقى اش عارفة اليوزرنام فين. هنا بيبقى الايميل وهنا اليوزرنام. طبعا زي ما هنا الانجوش. او انجليش. وهنا الهلب. طبعا انت مش هتقم حتك الهلب في حاجة. لو عايز تعمل ساين اوت بدوس على الساهم دوت. بعمل ساين اوت ودخل ايميل تاني. اتأكد وانا بستخدم المنصة ديت. يا جماعة تأكدوا انك داخل على اللينك. اللينك ده اسمه اللينك الترحيب. الويلكم دوت الوحيد اللي هتقدر تدخل تلاقي الشغل فيه. انا دلوقتي داخله مسلا مش هلاقي ايه ولا حاجة. فاضي. طب انا اعرف في الشغل تنزل ازاي. ان انا ادخل على الويلكم. وانضم للفريق. فينزل داتا معاه. فهمتوها. بتلاقوا هنا هوت في اخر الكلام. في حاجة اسمها ويلكم. اوكي. انا طبعا دخلت قبل كده في التيم. فانا مش هدخل معي الويلكم ايميل. بس المفروض الليدر يدبولك او فاحب الشركة. العامل اللي انت بتتعامل معي. في عندك زي ما انت شايفين هنا هوت في القيمة. اه. عندك هوم. وعندك الانوتشن تاسكس. الانوتشن تاسكس ديت المتعلقة بالناس اللي هتترجم هتفرغ الناس اللي هتشتغل. في عندك حاجة اسمها انسبكشن تاسكس. الانسبكشن تاسكس ديت معناها متعلقة باللي هيراجع الشغل اللي هو احنا بنسميها عندنا الكيو او الكواليتي كونترول هندخل على اعنيوتيشن وانا بصه بعمل مجرد تاتش تاتش واحدة بس بضرب ضربة واحدة بس فبليز ما تعدوش تدو مليون اردر هو اردر واحد بس بصه انا باجي احرك يمين وشمال بحرك يمين وشمال بصوريكو الشاشة انا بصغرها قلنا منحط كده هو تدخلها البعض هتلاقوا بصه الشاشة بقدر اجيبي مين وشمال الشاشة بتمشي معاي ماشي اهم حاجة وانت بتشتغل في المنصة ديت هنزبط الستنج من الاول بس انا عايزة ورهلكو من جوة انك انت لو ما عملتش الحركة ديت مش هتظهر عندك التسكيل زي ما انت شايفين عندكم القائمة اسم الفريق والبروجيكت نيم وعندك اهم حاجة يا جماعة الحاجة دي اسمها البي البي ديت كلها عبارة عن يعني رقم المجموعة بتاعة التسكس اللي انت شغال فيها الشغل ينزل هناك مساء ده رقم 34 يعني دي هنا رقم 28 خلوا بالكو كل باتش وليه فريق فانت ما تشتغلش في باتش الا ما تتأكد ان ده تبع الفريق بتاعك طب انا لو عملت ناصح وروح تراح اشتغلت في باتش بتاعنا استانية ما تستناش انك تقبط فلوسك ماشي الا لو الليدر بتاعك قالهم يا جماعة ده الشخص ده تبعي ودوله فلوسه ماشي بس الطبيعي ان هما بيحرروا الداتا اولا بيعتبروا انك انت اصلا ما اشتغلتش ويمسحوا كل الشغل بتاعك ما بتاخدش ولا مليم فانت تتأكد قبل ما تتشتغل الباتش بتاعك رقم كي طب زي ما انت شايفين هناك ان هو شغال طبعا هنا هوت اسم التيم بتاعي وعندي هنا هوت اهم حاجة انه كنتوا تعرفوا دي عدد التسكات بصوا عدد التسكات جنب اسم التيم بتاعي هناك نازل عدد التسكات زي ما انت شايفين البروجيكت دوت بينزل عشر تلاف تسك في اليوم او لما يخلصوا يعني في عندي اهم حاجة برضو ان انا التسكات اللي هنا تو بي كلمت انه هي التسكات اللي فضلة يعني انا عندي عشر تلاف تسك اشتغلوا منها كم تسك هنا مثلا عشر تلاف فاضل فيها الف ستمائة تمانية وتسعين يبقى انا عندي لسه فاضل الف ستمائة تمانية وتسعين تسك اشتغلهم لكن هنا مثلا في الباتش رقم تلاتة وتلاتين فاضل عشر تلاف تسك طب في الباتش اللي فوقي رقم 34 فاضل اشتغل 9249 طب شايفين الرقم الازرع ده ده ان انا فتحة تاسك already وبشتغل عليه وقمت مثلا شربت شاي حاجة تقفلت المنصة بطريقة انا تقول اعمل sign in جديد فبصيت لقيت ان هو منزلي ال ongoing tasks اللي هو اللي انا شغاله زي ما شايفين هو المفروض يبقى zero لكن لو انا دلوقتي مشتكملتش وعملت طب متل التاسك بتاعي بينزل هنا هوا طب انا مثلا عايز ادخل عليه بدوس عليه وايه اقول له ان انا go annotate اوكي هوريكو برضو ازاي هنكمل بس بقيت القوائم عندي هنا هو تخلو بالكو عشان القائمة دي مهمة جدا لازم يا جماعة القائمة دي دايما دايما تبقى zero دايما تبقى zero اوكي ليه بقى دايما تبقى zero عشان دي التسكات اللي quality control رجعها ورايا وبرجع لي اصحاحها عشان انا لو ما صححتهاش وكتبت الكلام حلو والكلام صح زي ما القواعد بتاعة البروجيكو بتقولي او الupdate اللي اللي در بيقولهولي كل يوم ان العميل غير رأيه واعايز حاجة جديدة لازم خلي القائمة دي تبقى زيه لو لاقيت في اي تسك ليا زي ما انتشايفين هدوس عليه برضو مجرد ما بدوس عليه بيتفرح ليه قائمة جديدة قائمة جديدة دي مكتوب فيها اسم التسك والساعة والايه وعندي حاجة اسمها go annotate بروح دايسة عليها متاكتفة هي ازرق وإيه مجرد ما هدوس عليه هيتفتح لي التسك طيب ندخل بقى في القائمة اللي بعدها انا خلصت القائمة بتاعة التسك والانجوين والتو بي ريفايزت طيب عندي حاجة اسمها اصميه 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 اص تمت تصميت لقائمة هنا هو زي ما انتشايفين هنا بتنزل فيها كل التسكات اللي انت اشتغلتها بتنزل هنا يتقل مسلا انت عملت خمسين تسك عملت الف تسك عملت اتنين تسك بتنزل في الحتة دي طب القائمة اللي بعدها يا جماعة اللي هي الاخيرة عندك اسمها ايه اسمها الكواليفايد دي معناها ايه معناها اني انا اشتغلت والكيو راجع وبعت للشركة والشركة عجبها الشغل فقالت انها تدفع فلوسه فانت وظيفتك في الحقيقة انك انت كل تسكاتك بتتحول من قائمة لقائمة فركز في الحكاية دي ونشتغل صحيح من الاول ولو مش فاهمين نسأل في عندك في اخر حاجة عندك انهوات بدخل عليها والدي تيلز دي بتطلع لي البيانات بتاعت البتش كله كم تسك اشتغلته كم ساعة عملت صاب مثل ايه والحاجات دي كلها طب انا دلاتي عايزة وريكو بقى ايه ندخل على ايه الشغل بدوس على الرقم بتاعي ودوس على طبعا في حالة انها اول مرة انا بروح من برة خالص وبعمل ماشي مش باجي على اللي هي التسك اولا ما انتو شايفين بصوا عندي الشاشة المنصة تفتحت المنصة عبارة عن ايه هنا بينزل الاوديوز بتاعتي اللي هو المقاطع الصوتية بتنزل هنا طبعا هنا البروجيكت ده ترجمة فما فيوش الموجات الصوتية لكن في العادي ان الموجات الصوتية بتبقى نازلة في الحتة دي طيب هنا بيبقى في الجندر بتاعي اللي هو ولد ولا بنت راجل ولا ست اللي هي male or female ده طبعا الشخص اللي بيتكلم لازم احدد نوعه ايه لراجل لا ست زي ما انتو شايفين هناك في حاجة اسمها tab labels ال labels ديت دي بتعبر عن لو انا بشتغل في الاوديو اللي هي مقاطع الصوتية بيبقى مثلا ده عبارة عن ايه ان هو مثلا بيعمل ضوضاء حاجة مش مفهومة كلام بيتقال مش مفهوم يعني بصوه بتعبر عن حاجة ملهاش معنا ماشي واللي جنبها دي بتعبر عن ال pii اللي هي personal information ماشي personal information ديت بتتكلم عن المعلومات الشخصية زي اسمك بالكامل اسمك السلاسي يعني رقم تليفونك الشخصي حسابك في البنك الرخصة بتاعتك عنوان بتكو اي حاجة اللي هو رقم الحساب في البنك الفيزا كارد بتاعتك الحاجات دي كلها دي حاجات personal فاحنا منعلم عليها ونقول للكمبيوتر لا take care ان البتاع دي معلومات شخصية ما تنشرهاش اخفيها تماما طيب احنا خلصنا كده على speakers حددنا speaker طبعا انه هوت انا ممكن ان اضيف speaker من الزق دي اضيف speaker بصوا بيرت رح تنزلي ايه تحت وحدد ميل ولا في ميل وهكذا طب انا عايزة لغي عندي طريقتين لما ادوس على ال x دي طب في حالة ان في ناس بقى بتعود تعمل زائد 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 ويعني عايشة مع نفسها في زي فرح بنت العمد اكده هوت طب انا اخلص منها ازاي في تحت بقى ما بتبقاش بينها بصوت خصة البتاع وانا مش عارف اجيبها طب شايفين السهم السغنون ده وبعدوس عليه بتقفل العدد بتاع الحد ما اطلعها فوق خالص فانا اقدر ان انا ادوس عليها ايه انها تتقفل تلغيها وفي هنا مصطرة المفروض بتظهر بس هنا مش ظهرة مش عارفة ليه يمكن عشان تسقط اصلا الصفحة كبيرة لكن في حالة الصفحة قليلة بتلاقوا ايه ان في مصطرة هنا رماضي بتطلع رماضي غمق شوية فانا هلغي طبعا كل الاسبيكرز اللي انا مش محتاجهم دول واسيب اللي هو اسبيكر الاخير اللي فيه شغل هنا الزيرو والواحد ده معناه ان ان دوت فيه واحد بيتكلم سبيكر وان او سبيكر تو وايه لو زيرو ان هو ما فيش ولا حد والضوضاء بعلم على الزيرو كده واروح حاطة فوق العلامة بتاعتي طيب فحالة هنا هوت البراجراف بتاعي بكتب فيه كلام زي ما انت شايفين الكلام كله نازل هنا هوت ما فيش اي مشاكل وكل حاجة متحددة طب ايه تاني عندي هنا طبعا مجرد ما هدوس هتنزل المصطرة بتاعتي اللي سكرول بتاعتي وقدر ان انا اكتب اي كلام مثلا اكتب هنا هوت مثلا اوكي بصوا كلام زي وانا قصت على فكرة المربع ده بيتعامل معاملة الورد يعني هتكتب كلام تعمل اندو تعمل قص ولز للكلام بس خلي بالك بليز بليز وانت بتشتغل ماشي عشان ما تبوصي بزات لو انا مثلا هترجم ما تلعبش في الايه في الترجمة عشان ما تبوصي منك اي صفحة طب بصوا زي ما انتوا شايفين هنا هو انا مش عارف اجيب الحتة دي يعني انا بصوا لو كبرتلكم المسافة هنا ماجيك داتا هنا الديدلاين رقة اسم البروجيكت بتاعي والباتش تأكدوا قبل ما تشتغلوا انه يكون في الباتش الصح عشان ساعد ممكن تتوسع على باتش ويتفتح مع الباتش تاني الاي دي بتاعي اسم الديدلاين بتاعي هيخلص امتى المود بتاعي هنا اناوتيشن مود الانوتيشن مود يعني انا دلاتي هفرغ او هترجم هنا الوقت المسموح لك به لو خلص الوقت دوت بيتخذ منك التسك وفي ساعات الليدر بتاعك يقول لك لا انا امديك مثلا ساعتين خلص لي فيها التسك وهسحبه منك لو ما خلصتوش في الوقت ده انا هاخده منك هتديل حد تاني حتى لو انت اشتغلته مش هتاخد فلوسه وغيرك يكمله وياخد فلوسه فاتأكد ان الليدر بتاعك مديك وقت قد ايه وما تعلقوش التسكات يا جماعة لو علقت التسك بيدخل العميل بتاعك يدلت كله حتى لو انت اشتغلت ما تسيبش تسك غير ما تعمل تشتغله تعمل صب متليه ماشي ما تسيبوش الا لما تدوس عليه ان هو اوكي ده موافق معليش انا بتكلم بسرعة عشان فيه معلومات كتير جدا وعايز اقولها لكم كلها يعني فسمحوني على الاطالة وعلى السرعة اللي بتكلم بيها زي ما انتوا شايفين ما لكش دعوة تماما بالاثنين دولار لا الباك ولا بالريموف دول ما لكش دعوة بهم تماما اعتبر انك انت مش شايفهم اصلا طبعا زي ما انتوا شايفين فيه عيب في البراوزر وفي ال اتش وفي الكروم ان هو ما بيجيبش كل الشاشة لكن الابليكيشن بتاع سامسونج براوزر اللي احنا نزلناه منح انا زي ما انتوا شايفين باجي في الحتة دي بصوا في الحتة دي تفي عندك بتاعت الشاشة بدوس عليها مجرد ما دوست عليها هتفتح لي القايمة دي اجي هنا هو تعالى الزوم ماشي بروح دايس هتزوم فبيقول لي انا دلوقتي الشاشة بتاعتي خمسة وسبعين هي كويسة والله وحشة هقول له لأ صغارها لشوية ماشي بصوا مجرد ما هصغارها زي ما انتوا شايفين كده هوت اقلنا المفروض اعمل حاجة للاول لما عليش ينسي تقولها لكم ااا هنا سيبك من الزوم دي الزوم دي ممكن اكبرها عادي في شكل مشاكل هبصوا الزوم دي بتخلينا اكبر الشاشة كلها مش الفونت في عندك بقى حاجة تانية انك انت هنا لو دست برضو في عندك بتحكم عشان في ناس بتبقى مش شايفة فبدلا ما تجهد عينيها بالذات لو انت هتشتغل كتير قوي فانا ممكن بصوا اكبر حجم الكلام بصوا حجم الكلام كبر ازاي بقدر ان انا اشوف حجم الكلام وايه واكبره طيب انا دلوقتي بشتغل على الموبايل فانا عايز اا اعمل ايه عايز اخلي الموبايل ده يتقلب لابتوب يتقلب كومبيوتر طيب اعمل حركة دي ازاي بدوس على اللي هي التلات شرط دي بدوس عليها وبعدها سوري ما تدخلش على الجنرال ادخل على اللي عادي وبعدها زي ما انت شايفين هنا في حاجة اسمها ديسك توب سايت ديسك توب سايت بدوس على يعني حولها لشاشة بتاعت الكمبيوتر بصوز هيحمل من اول وجديد الصفحة وهينزل لي الفورماتينج بتاعت الكمبيوتر الكمبيوتر نفسه اا زي ما انت شايفين انا هنا هو ده شاشة الكمبيوتر عندي نفس العيد طبعا ان بقيت الشاشة هي تصهرت كم حاجة كده هوك بس بقيت الشاشة مش موجودة يعني انا بقولت لكم ما يكونش دعوة خالص لا بالباك ولا بالرموف اول ولا بالرموف تيكست دي انا فيه بعض الحاجات عايدة شوفها مش باينة طب اعمل ايه اجي هنا في الستنج برضو في الاعدادات واجي هنا اعمل الزوم اعمل الزوم اروح مصغرها شوية بص انا صغرتها شوية بصو صغرت ازاي بص الحمد لله هنا الحاجة الوحية انا عايزة اقولك البتاع دي تجنينتني وناس كتير كانت بتسألني وما بقدرش اقول لها تعالي اشتغلي بسبب ايه ان انا مش عارفة اوصل ازاي اعمل زوم والحمد لله ساميرة هي اللي قالتلي ازاي اعمل الزوم صغرتها فبنا عندي اهم زرارين في البروجيكت كله اللي هي زرار اللي الزرار بتاعها انا مش عارفة هو ليه مش بيسيبها بصو احنا هنعمل كده وندوس اوكي اه لازم تدوس اوكي يا جماعة اه نقولنا مش عايزين زوم تفتح الزوم يا جميل وايه وتصغر الشاشة وتدوس اوكي ما تصغرهاش قوي عشان ما تحولش انا دلوقتي اهم حاجة عندي اللي هو الزرارين دولت السيف والصابمت ما تدسي ابدا غير اما تتأكد انك خلصت شغلك كله هتدوس لما تيجي تدوس سيف هوريكو اللي بيحصل كل ما تيجي على فكرة المنصة دي يا جماعة ما بتسجلش لوحدها ما بتسجلش لوحدها في ناس معاها سجلت بس في ناس ضع شغلها كلها بسبب انها ما سجلتش فانت مش هتستنى بقى على مزاجها فانت كل ما تيجي تشتغل حاجة دوس عليها سيف انا لما بدوس سيف زي ما انت شايفين مجرد ما بدوس سيف بيطلع لي حاجة بيضة كده ويقول لي ساكسسفول ايه ان هي سيفت المنصة سيفت ساكسسفول ساكسسفول يعني حصل نجاح ان الدتا سجلت اوتوماتيك يبقى انا بدوس سيف واعد اللي اللي انا عايزه واروح ايه حامله لو انا ما دستش سيف وجيت عملت ريفرش للصفحة كل الدتا بتاعتي هتضيع المنصة دي ما بتسيفش اوتوماتيك طب في حالة ان انا اشتغلت وعملت حركة غبية وجيت لغة التسك كله مثلا رحت جاي هنا ورحت دايز ديليت بصوا بادوس من هنا الديليت اللي هي الاكس دي اي اكس يا جماعة هي ديليت بدوس عليها ديليت هتعمل هيحصل مصيبة بقى لو عملت ديليت انا هرجع التسك ازاي اجي زي الشاطر من فوق هنا هو توعمل ريفرش للصفحة ما دستي سيف ابدا واجي هنا هو فوق وعمل ريفرش للصفحة هيرجع لي البداية خالص كاني ما اشتغلتش حاجة في التسك او لاخر حفظ انت حفظته ماشي يبقى الناس اللي بتيجي تغلط وتمنع وتمسح الداتا كلها اعمل ريفرش وهلاقي الداتا تعطي رجع تاني طب احنا هنا هو هنتكلم على ان انا مثلا احنا قلنا ده التسك بتاعي دوات بيتكلم على الترجمة طب انا اضيف نص الترجمة ازاي زي ما انتو شايفين نص الانجلش احنا هنترجم هنا من انجلش لاماراتي عربي امراتي فانا هده انا عندي الانجلش نازل فيش اي مشاكل بحط بحط المستورة بتاعتي وابدأ اكتب زي ما قلتلكم اكتبوا عادي وميش اي مشاكل انا احاول اعملها لكم احنا منكتب فين طيب ايه دلوقتي اللي هاعمله بإذن الله هاجي عند حرف الزائد ده بصوا حرف الزائد ده فين يا جماعة عشان ما تقوليش مش شايفين حرف الزائد اهو معلش انا بصغراها عشان نقدر نوصل لإيه لإيه الضرار بتاع الحفظ وتسجيل هاجي هدوس على الزائد دي مجرد ما هدوس على الزائد هتفتح لي زي ما انت شايفين نفس بصوا نمبر وان هو نفس الكلام ما حطش سيجمانت جديدة دي اسم سيجمانت وهتلاقوا السيجمانت هي هنا هوت مقصوصة هنا نقام واحد بس هي جايبها لآخر ايه السطر كله اجي هنا هوت اقف واكتب الكلام اللي انا عايز اكتبه باللغة المستهدفة مثلا هكتب كيف حالك مثلا اكتب كيف حالك اليوم مثلا او مثلا اكتب خلوا بالكم يا جماعة لو تيجي تكتب اي حاجة بتعمل فصلة بين كل جملة وجملة حتى لو نهاية الجملة الا في حالة مثلا كيف حالك همفروض بدلا لما حط فصلة هعمل ايه علامة استفهام الحاجات الوحيدة اللي مسموح بيها في القيمة ديت انك انت تعمل علامة استفهام او علامة تعجب او نقطة او فصلة بليز بليز هكبرها لكو هي تاني واقولها الحاجات اللي مسموح بيها علامة الاستفهام استنوا يا راحت فين و النقطة و الفصلة ماشي مش الفصلة المنقوطة الفصلة ولو انت بتكتب عربي تأكد ان الفصلة بتاعتك بتكتب عربي ماشي والفصلة و في حالة انها بص انا عايز ازاي طلعت العربي ده بست عليها ماشي عايز انجليزي بدوس عليها تاني طيب وايه معلمة ايه التعجب يبقى انا دلوقتي اي حاجة تانية غير الحاجات ديت المنصة مش بتقبلها ولو ايبقى قابلتها العميل هيقول انك انت بواسط الشغل ماشي زي ما انت شايفين على الكلمات اللي مكتوبة بيبقى المنصة ممكن تعد بس خلوا بالكوا العدد ده العدد الصح العدد اللي بره في المراجعة في الكيو عدد غلط لانه بيعد المسافات وبيعد الكلمات وبيعد الانجليش والعربي بيعد كل حاجة اهم حاجة تعرف في الترجمة لازم من السبيكر الاولاني هو نفسه في الترجمة نفس السبيكر بيتكلم بس احنا منترجب كلامه فهختار نفس السبيكر طب لو سبيكر 2 زي ما انت شايفين بصوا مجرد ما عملت زائد هينزلي القيمة بتاعت سبيكر 2 طب في حالة اني زودت اكتر بصوا بينزلي كومبو بوكس بختار سبيكر 1 سبيكر 2 سبيكر 3 وهكذا ماشي لازم تتأكدوا ان الصوت اللي سمعينه صح اللي بقى سبيكر 1 هو سبيكر 1 سبيكر 2 هو سبيكر 2 مايبقاش صوت 6 وحطوا نفس الصوت الراجعي بسمي الاتنين متسبيكر 1 ماينفعش الكلام ده بعد اما خلصت كلامي وحعايز الغي هاجي من الاكس دي اي اكس يا جماعة بتلغو فيها طب ايه تاني انا عندي نوات قيمة القيمة دي بتقولي زي ما شايفين الزرار الاخضر ده بيقولي valid او invalid طب في حالة ان هو valid بتلاقوه اخضر في حالة اللي هو invalid بتدوسه عليه ويتقوله عايز ايه تعمله invalid ليه فهقوله no speech content يعني مفيش كلام اقدر ان انا افرغه اترجمه اعمل في اي حاجة بصو بايت بقى لونها احمر كده هاي زي ما انت شايفين يبقى التاس كده لو انت جيد تشتغل والتاس كده لونه احمر عشان فيه ناس ما تاخدش بالها وانا كنت من ناس دي اني مش مركزة خالص يبقى انت هنا التاس كده مش هيتحسب انت بتقول ان التاس كده بايز للعميل لفوش كلام اشتغلته فانت تأكد ان التاس كده لونه اخضر طب انا في حالة ان هو اصلا invalid يعني انا مثلا جاي بفرغ انجليزي وجاب لي كلام عربي او بترجم هندي وجاب لي كلام صيني فهعمل ان هو no speech طب هيقولي بقى طب السبب ليه no speech فيه المفروض هنا هو بيطلع لي سبب ان انا هكتب السبب بتاعي ايه بس انا مش عارفة في التليفون مش باين في الكمبيوتر بيبان بيبقى انا هنا اكتب qualified ولا unqualified واختار ان انا اعملها unqualified مثلا عشان هي اغنية او هي مثلا موسيقى او هي ضوضاء او هي not target language ماشي طب في حالة ان انا عايز ارجعه بقى ان هو valid لازم الغي اللي هي no speech ديت مجرد ما هلغيها زي ما انت شايفين هلجع اخضر تاني وهلجع valid تاني بدوس على ال اكس اي لغي اك اكس خلاص يا جميل عرفنا دلوقتي كل حاجة المفروض تتعمل ازاي عرفنا ال speakers ونختار نوع زي نوع المولود ولد ولا بنت وهنا عندي labels وعرفنا ان دي بتاعت ال personal information ودية بتاعت الضوضاء او الكلام المش مستهدف اا او في مثلا تلاتة بيرغوا مع بعض فانتا مش باين صوتهم وفي عندك هنا عرفت الكمبو بوكس وزاي بكتب وعرفت الان هنا بختار لازم ال speaker ولو فيه ترجمة بقى نفس speaker وهنا لو هزود الترجمة او لو فيه overlap والعميل سامح لك بال overlap متعملش overlap مع نفسك ممكن العميل عاوز واحد بس يعني احنا مثلا فيه project's كتير قوي بيبقوا اتنين بيتكلموا باخد الاكتر صوت ظاهر مش عايز هو overlap ماشي مش overlap يعني ايه يعني اتنين بيتكلموا في نفس الوقت في حالة انه قلك اعمل ال overlap بتعمله عشان فيه ناس اشتغل project's وما اخدتش بالها وانا منهم كنت بعمل ال overlap وكان عميل مش طالب overlap ماشي فاتلغى ما حاسبنيش عالتسك بيقولي انا بوسته ماشي احنا بنقولكو الحاجات اللي ما بتدفعش الفلوس وترجعه وتزعله اللي عاملي ما تدناش فلوس ليه عشان هو اضطر يجيب واحد تاني يشتغل شغلك اللي انت بوسته ويددول الفلوس فاكيد مش هيدفعلك هنا يا جماعة في حاجة اسمها playpack speed playpack speed ديت معناها ان انا بتحكم في سرعة الصوت بيه عندك كزا سرعة من 75 لحد اتنين من point 75 لحد اتنين فانت حضرتك حلو يعني الكلام انك انت تزبطها معلش انا بقولكو كل حاجة في المنصة كأنك بالضبط ايه بتشتغل من الكمبيوتر طبعا انت عندك هنا هوت short key دي لو فتحتها هيقولك short key اللي انت تستخدمها بس دي طبعا على الkeyboard فانت ملكش تعوي بيها يعني على الكمبيوتر نفسه الموبايل ما اعتقدش هنحتاجه قوي يعني لا الله كنت عايز اقولك ايه اه بخصوص يا جماعة احنا قلنا الكلام كله بتاع المنصة وهيعمل هنا submit هيفتح لي automatic task اللي بعده طب المنصة دي اقدر يكون عندي كم task متعلقين 3 taskات فقط في ال annotation 3 taskات بس اما في حكاية ال cue او المراجعة عدد ال taskات already اللي بتبقى عندي على حسب ما العميل بيسمح maximum 10 taskات انا لو سحبت في ال quality control البتاع بيتفتح لي هوريكو بردو بيتفتح لي 10 taskات و4 طب ايه بقى المشاكل اللي بتحصل لي بسبب الترجمة اولا لازم يا جماعة وانا بكتب ما سيبش يعني ابدأ في الاول خالص ما عملش spaces كده هوت بعدها اكتب كده غلط لازم اتأكد انه مفيش اي space في الاول واكتب مثلا كيف حالك مثلا اوكي واروح اعمل اللي هو false stop تبقى اللزقة في اخر كلمة ما سيبش spaces ما عملش spaces غلط اللي spaces غلط ان اعمل مسافة لازم تبقى علامة التركيم اللزقة في الكلمة بعدها اعمل space وبعدها اكتب انزين مثلا ويت طيب مثلا ماشي بصوا انا سايبة زي ما قلتلكو هنا مفيش اي مسافات بين الكلمة وبين علامة التركيم بعدها في مسافة طب في حالة احنا قلنا ان احنا مش مسموح لنا ان احنا الا لو عميلك طالب منك انك انت تعمل حاجة تانية لكن انا الطبيعي ان انا خلصت الجملة بتاعتي بعمل فصلة بعمل ايه بعمل فصلة وعمل بصوا الفصلة لازقة في الكلمة وعمل space sorry معلش خلوا بالكو اه لما خلوا بالكو عشان احنا بنكتب من الجهة الانجليش فهنا هوت زي ما انت شايف كده في بداية الانجليش ده البداية يبقى انا عندي هنا ده البداية وهنا النهاية يبقى انا عندي النهاية هنا ماشي فانت تأكد انك انت بعد ما تخلص task بتاعك النقطة بتاعتك النقطة لازم في نهاية كل جملة لازم يبقى فيه النقطة لو ما فيش نقطة العميل ممكن ما يدلكش بلوس يبقى كيفة اخر النقطة ديت لازم تبقى ناحية اليمين في نهاية الانجليش ملكش دعوة ان الكلام متشقلب خليه متشقلب العميل عايزه متشقلب ماشي ما تقعدش تفتي وتقول اصلا انا مش عارف ايه ملكش دعوة اعمل زي ما العميل قال اول اللي احنا منفهمه لك عشان احنا حصل فينا الكلام ده كله ومنديك الخبرة اللي احنا وصلنا لها وربنا علمها طيب فحالة ان انا هبدأ جملة جديدة زي ما قلتلكم هنعمل فصلة واكتب الكلام بس الفصلة طبعا مش هتبقى هنا هتبقى الناحية التانية خالص خليه بالكم انت لو مجدت دست كده هو هيجيبك في اول الكلام ماشي اه سوري هاجيبك في اخر الكلام بصوا انا بكتب ازاي معنا انا حطاه هنا طب انا عايز اكتب في اول الكلام اعمل ايه اجي هنا وارح كده بصوا كده فين اكتب في الحكاية دي لو انا عايز اكتب في اول الكلام العربي اكتب من هنا اه سوري عايز اكتب في اول الكلام العربي اكتب من هنا من بداية الكلام الانجليزي احفظوها كده بصوا لما اكتب بصوا في الكلام كتب هنا طب لو انا عايز اكتب في اخر الكلام العربي اروح جاي في اخر الكلام الانجليزي اكتب هنا بصوا ظهرت هنا الكلام فاضح وصريح ومفوش اي مشكلة طب في حالة ان انا هحط علامة استفام بصوا علامة استفام الوحيدة اللي بتظهر هنا في اخر الكلام في العربي طب في حالة ان انا هحط علامة تعجب بصوا تعجب بتيجي هنا طب عايز احط مثلا نقطة بصوا النقطة بتيجي هنا طب عايز احط فصلة الفصلة بتجي هنا هو طب ازاي اجيب الفصلة الناحية التانية اعمل space واكتب كلام هتظهر ايه الناحية دي فهمتوا الكلام ده زي مقلتلكم اعمل معها كأنك بتتعامل مع file word اعايز ايه اعمل copy ادي copy و ادي paste اوكي واعمل cut كل حاجة كأنها بالضبط ايه الحاجة بتاعتك خلوا بالكوا عشان المنصة دي لو عملت undo فيها مع الاسف لو انت عامل cut or paste ما بتشلهوش بتغير الكلام اللي انت عملت modification فيه او التعديل بتاعك من غير ما ايه ما تعمل التعديل انها تشيل القص واللزق اللي انت عملته للجلمة copy or paste طب انا مش عايز translation دوت اروح دايس ال x دي طيب دلوقتي ايه الغلطات برضو اللي احنا بنعملها مثلا في الانجليش انك انت ما بتكتبش اول سطر ما تسيبش اي مسافة في الوسط او لازم اول حرف في الكلام الانجليش او الفرنش او اي حاجة يعني من الحاجات دي ان اول حاجة تبقى مثلا capital letter what's your name زي ما انت شايفيه لازم question mark او العلم تستفهم لازقه وبعدها ايه اكتب الكلام عادي طب في حالة ان انا عامل question mark لازم الحرف بعدها في الانجليش يبقى capital letter طب في حالة ان انا عاملها طبعا مفيش في النص خالص نقطة احنا قلنا علامة استعجب برضو هيبقى بداية الحرف اللي بعدها capital letter طب في حالة انها فصلة الحرف بعدها اللي تركز في الحكاية دي لازم يبقى small letter ماشي small letter اركزه عشان فيه ناس equality control بتاع الشركة ما بيقبلش يدفع فلوس بسبب الحركة اللي انت شايفها هايفة اوي و ايه المشكلة لأ ما فيش حاجة هايفة في الشغل بتاع الزكاء الاصطناعي عشان انت بتبرمج برامج بيدفع فيها مليارات لتطوير العلم اوكي فانت اي قطوة هتعملها غلط هتدخل في الارشيفة عندهم واي سجل جديد هيتطبق عليه الغلط ده فانت ما منفعش تغلط خلي بالك من الحكاية دي طبعا هنا هاتف بس الابوستروف مسموح بيها في كابوستروف اللي هي الشرطة في الكلام الانجليزي لكن ما ينفعش أجي هنا هاتف أعمل عالمة التنصيص ديت ماينفعش دي ممنوعة ممنوعة دي غلط 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 ماينفعش أحط قوس الأقواس غلط 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 ماينفعش أحط عالمة الأند غلط 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 اوكي ماينفعش أجي في نص الحرف انتاع وعمل الا لو هو طالب مني نعمل ماشي ماينفعش حط الشرطة دي الشرطة دي غلط والشرطة دي غلط كل ده غلط ولا حط علامة زات ولا علامة ناقص ولا علامة هاشتاج ولا علامة ات ولا علامة اي علامة من العلامات اللي خلقها ربنا ممنوعة عشان ممشي كل شوية لقي ناس بعتين لي شغل بايز وحاولوا تشتغلوا حلوة عشان ينزل لكم شغل من الكل استفاد زي ما قلت اياك اياك تيجي كده في نص الكلام وتعمل double space ماشي انت مش هتشوفها هتعرفها ازاي اكبر كده الشاشة وراح جاي اعمل على ايه الحتة دي بصوا فيه مسافتين لازم المسافة منهم تتلغي اعرفها ازاي اجي هناك مثلا هنا لو انا عمل هتلاقي عند الاس او عند الوار لكن لو هو فيك اكتر من المسافة هتلاقيها في النص لا هي يمين لا تبع الكلمة اليمين ولا تبع الكلمة الشمال فقالغي واحدة فيهم ايه تاني من اللحاجات اللي انتو بتسألوее عليها وبتعمل مشاكل لا اله الا الله اي تينك يعني اغلبية الحاجات زياد نفيش اي مشاكل تانية اهم حاجة ما تعملش لما تتأكد ان شغلك صح وان الليدر بتاعك قالك اعمل عشان في بعض الليدرز بيحب يراجع الشغل عشان يتأكد ان العميل هيقبل الشغل ولا لأ وإن اللي بيشتغل ده أصلا جفاً في الشغل ولا لأ فأنت ما تدسي أبداً على ضرار الأورنج دوت اللي هو البرتقوني غيراً ما الليدر بتاعك أو الفريق بتاعك يكون موافق تقريباً إحنا قلناك أغلبية الحاجات اللي بالنسبة تطلعبط فيها واللي ما بتعرفش تعمل حاجات فيها طب أنا خلصت هطلع بقى إيه هيطلعني أوتوماتيك على الصفحة الرئيسية بتاعتي أنا بس عايزة أورير كل حتة بتاعة الكيو لو ما طلعش أعمل هيطلعك المفروض على اللي هي إيه المنصة الرئيسية طبعاً أنا دلوقتي مثلاً له هدخل على ال بقى تخل على الانسبكشن تاسكس الانسبكشن تاسكس طبعاً أنا هقول لكم الحكاية دي يعني زي ما قلنا الرقم الباتش هتأكد وبعدها وعندي رقم التيم كل واحد بقى يشوف رقم تيم ايه بس مش باري يعني كله بينزل مع بعضه يعني لو انت فريق كبير وهي التسكات اللي فضلة التسكات اللي اشتغلوها هنا زي ما احنا قلنا هم حاجة عندي في الكواليتي كنترول زي ما بقول لكم أنا هناك مثلاً بصوا أنا عندي زيرو زيرو ديرو مش اشتح بقى اي تاسك طبعاً انا دلاتي مسلاً عايز اشتغل تاسك اجي اشوف الباتش بتاعي اللي انا شغلة فيه انا شغلة مسلاً في الباتش رقم تلاتة وعشرين بصوا فاضل فيه الف تسعمائة تسعة وعشرين تاسك وانا اشتغلت منهم تلاتين هجي هناك تبصوا اركزوا في الحدة دي هنا دي حاجة اسمها sampling inspection وفي عندك ال inspection strategy وعندك details details دي تفتحها لو انت عايز تشوف تسكات بتاعتك والحاجات اللي عاملها انا اللي همين هنا sampling inspection زي جو annotate اللي احنا في التفريغ او اللي احنا كنا عاملينها في القايمة التانية انا بدخل مجرد ما هعملها هيتفتح لي التسك جديد بيسحب لي عشر تسكات الا لو العميل مدي اردر ان التسكات بتاعتك تبقى ليا لها انا دلاتي بيعمل تحميل للشاشة هيفتح لي بقى المنصة اللي فيها الاوديو ومنصة اللي فيها كل حاجة ايه الفرق اللي احنا هنقوله الفرق ده بسيط بس هو يفتحوا احنا نوريكم الفرق الفرق هتلاقوه فوق في حاجة اسمها package package دي يعني عدد التسكات اللي محطوطة فيه طب package دي ايه فايدتها ان انا بفتح العشر تسكات في نفس الوقت اقدر ادخل على الاول او التاني او التالت او الرابع او الخامس ده في quality control في مراجعة فقط اختار التسك اللي انا عايز ايه طب انا مثلا انا غلطت في تسكه ومش عارفة تقوله اجي اروح ايه وعملت صمت ارجع افتح لي package ديت واعمل ايه من اول وجديد مثلا لو هي اتأخرت كده يا جماعة اعملوا لا 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 اعملوا اه طبعا لو انت غلط بتعمل كده اتأكد بس اشان ما تخرجش منها انا هنا عايز اعمل انها يرفرش فهدوس عليها touch واحد وبعد ايه اعمل mickeyboard enter هيحمل تاني عشان هو بقله كتير ممكن يكون المنصة فيها ناس كتير فمتقيلة شوية وممكن يكون البراوزر مش لذيذ بس احنا مقدرش نشتغل على البراوزر تاني اصلا عشان ما فيش اي زوم نقدر نعملها للصفحة كلها بصوا هنا مثلا واحد كتب والمفروض انا راجع وراه بتأكد انه هو كتب الكلام صح so what you are you are saying is you kinda like it اوكي هنا بيقول ياب يعني انك تحبها شوي طبعا هو بيتكلم الكلام دوت بالايه بالمفروض الاماراتي انا مثلا لقيته بيتكلم صح مش عارفة هو اي داخلها بالموضوع هو بيقول يعني انك تحبها شوي طب انك تحبها شوي دي اللي هي ايه اخر حاج what you are saying is he kind like it ماشي هو طبعا كتب الكلام غلط فانا مقدرش بعمل هنا وقت حاجة اسمها qualified او unqualified هو انا كتب الكلام غلط فانا بعمل unqualified وهقول له عيد الترجمة صح اكتب الترجمة صح طب فحالة خلو بالكو اللي بيعمل quality control او ما بيتحسبش عليها الاشركات ما بتدفعش فلوس لالي بيرجع تسقط انا مثلا اتكبت النوت واعيد اعرف تسجيلة ولا ادوس على un quality اكتب الترجمة واروح جاي اعملها صح زي ما قلنا بقى احنا حفظنا عايز اكتب في الاخر اجي هنا هوت اكتب في الاول اعمل من هنا احفظتها بقى مش محتاجة اقولها لكم طب في حالة ان هو وقلت لأ مش هرجع له التسكك وخلاص اصلحها انا مع نفسي اعمل ويبقى ايه اخضر يبقى هنا هوت تحت بتاع بيبقى اخضر طبعا الحاجة دي مش هتبقى قالص غير في في الكواليتي كنترول في الكيو بإذن واحد احد احنا كنا منتكلم على الباكتش الباكتش اهي من هنا بدوس عليها زي ما انت شايفين هو نزلي عشر تسكات عشر تسكات وربعات انا ممكن ادخل على الباست التسك الاولاني التسك التاني التسك التاني لحد خلوا بالكو خلوا بالكو خلوا بالكو لحد التسك اللي هي التاسع لو دخلت على العاشر وعملت سابمت مش هقدر ارجع لكل دول خالص دب هيدخلني في صفحة تانية خالص ماشي فانت ملكش دعوة بي خلص شغلك كله هقدر قبل العاشر طب زي ما انت شايفين في هنا زرار الزرار دوت الزرار دوت عبارة عن ايه عبارة عن بسم الله الرحيم اوتو سابمت اياك تدوسوا على الزرار ده مجرد ما تخلص العشر تسكات هيوح اوتوماتيك يعمل سابمت وايه وهيبعتها للشركة طب في حالة ان انا في مرتجع المفروض هرجع لناس عشان تصلح الشغل اعمل ورع وقلم كده جنبي زي الشطور وشايفين هنا هوت في عندي في الابريتور ده الشخص اللي انا بكتب اسمه عشان لما اروح للقايمة الاساسية في ان انا هرجع تسكات او مش هرجع تسكات اللي الولاد يشتغلوها بيبقى كل العشر تسكات جنب بعض فانا مش هعارف مين فيه فاحفظوا ما تاخدش اول بتاعتها للفريق صاف اوكي لا انت كل الايميل تاخده كل اليوزر نيم بتاعك تاخده مشي طب احنا كان عندنا حاجة واحدة بس ما تكلمناش عنها الحاجة دي ازاي اعمل سيجمانت في حالة ان انا اا عندي مقطع صوتي زي ما انتوا شايفين انا عندي السيجمانت دي مثلا هو واحد بس اللي تكلم فهي السيجمانت طلع انها بإذن واحد احد جايبان لك ان هي بسوء او لو دوست اتنين بتكبر الشاشة او تزار ماشي ورا بعض فانا دلوقتي عايزة ان انا اعمل سيجمانت جديدة خالص هو هنا مش عارفة ليه معلق انا كل اللي بعملو اه بصو انا دست في الوسط وراحت لجاي ايه جبته يمين او جبته ايه شمال ماشي طب انا عندي مثلا عايزة اضيف سيجمانت جديدة خالص اروح جاي هنا اعمل بصو انا عملت كليك وتنيتني حطت ايدي عال الشاشة وايه وعملت دراج سحبتها وبعد ايه شلت ايدي فبقى عندي تو سيجمانت زي ما انت شايفين بس انا عشان عملتها في الاول فنزلت في الاول لو كنت عملتها في الاخر كانت نزلت في الاخر واكتب الكلام اللي انا عايزه واحدد الاسبيكر لازم احدد الاسبيكر دو ولا دو ولا بنت عايزة ازود الاسبيكر زي ما قلنا من هنا واروح اقيله ده مثلا بنت وده ولد وهكذا ماشي وحعايزة لغيها اخلوا بالكو عشان ما تلغيش الشغل من فوق ماشي اتروح جاي هنا هوت زي ما انت شايفين انا اقدر ان انا اتحكم فيها اصغرها اوقفها اعمل كليك ودراج ماشي الغيها منين الغيها من طريقتين اما من الاكس هنا لاما من هنا هوت هلاقي في عندي اكس طلعة هلغي الاكس من هنا او من هنا ماشي طب انا لغتها هايز اعمل اللي هي السيجمنت التانية احركها اولا اعمل تشوز ليها وبعد يها بعد ما اعمل تشوز احركها يمين او شمال بس هو المشكلة في الموبايل ان هو يعني عشان يحركها بتبقى رزلة شوية المهم احنا عرفناكو كل حاجة وكل مشاكل بتتعرض لها المنصة اه نسيت المشاكل الاساسية بتاعت المنصة هجيلك انك انت مثلا واحد عامل بذكاؤه عامل فول ستوب وهي كان وراها زي ما نشايف كده هو لازم ممنوع ممنوع ان تعمل اتنين علامات ترقيم ورا بعض علامات الترقيم الاتنين ورا بعض دولات ما ينفعش خالص تتعمل لازم تتشل واحدة فيهم فانا دلاتي لو جيت هعمل هنا سابمت على العلامة دي طبعا انا عشان ما عملتش زوم في الشغل انا هوت اجي احنا قلنا سوري معلش وخرجني برا خالص عشان اعملت باك فانت ما تعملش باك خالص من الحتة ديت بصوا هتلاقي في الانجوينج تاسكس التاسكات المتعلقة التاسكات اللي انت لازم تصلحه ولي هياخدوها منك المتعلقة دي لو انت مشتغلتهاش برضو هياخدوها منك طبعا في كواليتي كنترول انا لازم ادرى ادوس على الانسبكشنز وبعدها اشتغل هنا طبعا فتح للقايمة ديت القايمة دي اللي هي بتاعت الديتيلز بتاعتي او الانسبكشنز بتاعتي بيبقى طلاع لي بقى عدد الساعات اللي اشتغلتها عدد الكلمات اكل ولكوا عدد الكلمات اللي هنا بيحسب كل حاجة بيحسب المسافة بيحسب الكلمة بيحسب كل حاجة приготовjis التيم بتاعي والباتش بتاعي كل التقرير ده عن كل باتش بس مش عن كل الشغل انت اشتغلته انا هنا وقت مثلا المفروض ان انا هدوس على inspection بصو اول واحدة هدوس عليها مجرد ما دوس عليها بيدخلني على الشغل بتاعي طب في حالة ان انا قلصت الشغل خالص بادوس على inspection ده بيفتح لي قايمة زي اللي كانت عندي كده وعمل انها qualified ولا unqualified طب في حالة ان انا بقى عايز اشتغل احنا قولنا من الاول هنا هوات ما بيبنشي كل المنصة فعشان كده عايز اشيل القايمة انا بادوس هنا مادوسي هنا في الكمبو بوكس لو دوست في الكمبو بوكس بصو الكيبارد هده اطلعني انا مش عايز الكيبارد فراح دايس هنا في الوسط وافتح التلاث تشورت ديت واعمل الزوم واختار الزوم قليلة وادوس اوكاي المفروض ان هو بيطلع لي مش عايز ليه ما عملهاش بس ما فضل ما يطلعها كاملة اه يا جماعة قلنا مليار مرة بليز بليز ركزوا في الحكاية دي لازم تعملوا ان هو وضع الكمبيوتر الاول لازم تختار وضع ديسكتوب ديسكتوب اوكي تفتحوه هيعمل داونلود للصفحة فقلوا بالكو لازم تعمل سيف قبل ما تدوس على وضع الدوت لو انت كاتب اي حاجة وإلا هتضيع الدادة بتاعتك لو ما حفزتش هنعيد ونزيد المنصة دي ما بتحفظ ما بتحفظ في ناس بتعمل سابمت وتقولك اه اصلا انا الشغل بتاعي تحفظ انا عن نفسي بيجيلي كاكيو عليش خلصنا خلصنا الموبايل شارجر بتاعنا اه انا بيجيليش تسكات كاكيو بايزة الناس مش مشتغلها صحة ليه بقى عشان ممكن يكون عامل سابمت وفاكر ان هو بيروح له الشغل السريم بعض الناس في الكيو قالوا ما بيعملوش سابمت وبيدوسوا سوري ما بيعملوش حفظ وبيدوسوا سيف على طول سوري بيدوسوا سابمت على طول وبتروح للشركة صحة الله اعلم انا عن نفسي في المود بتيجي التسكات مش حالو بس انا برضو ما قدرش اقول حاجة غير ان انا اللي اعرفه انه لازم تدوس سيف ان انا عندي فيه كنت اشتغلت في بروجيكت ومع الاسف رجعت اشتغلت الشغل وكله وكله تاني بسبب حكاية الحفظ ليه طبعا انا دلاتي عملتها وضع الكمبيوتر واجي هنا عند الزوم قلنا الكلام ده فقط موجود فقط موجود في السامسونج براوزر فقط موجود في السامسونج براوزر مش هتلاقوه موجود في الايه مش هتلاقوه موجود لا في الكروم ولا لا في الكروم ولا في ايه لا هتلاقوه موجود في الكروم ولا هتلاقوه موجود في ايج مايكروسوفت ايج مش هتلاقوه في الكلام ده طبعا لو عايز الموبايل سايت بتاعي بدوس هنا بس انا ده منك احنا مش عايزين موبايل سايت بس مش عارفة ولي مش راضي يعمله يمكن يقبله يا رب بنخلص بصوا اهي انا صغرت قال لها خمسين ما عارفش ليه مصغرها قوي كده وانت بص كبر وصغر براحتك انت يعني اوكي فانت عندك انا هوت الحفظ انا بصوه هناك عملت زي ما قلت لكم عملت اتنين ورابات وايجي اعمل هنا هوت اعمل سيف مسلا هيسيف اعمل سابمت بصوا مجرد ما عمل سابمت هيطلع لي مسج بيقول لي ان ممنوع ان انا ايه اعمل عشان اعمل اه اه توبانكتشول ورابات يعني عامل علامتين اه اه ترقيم ورابات فلازم اشي الواحدة فيهم طب في حالة طبعا فيه برد اشتركوا في القناة